اشتركوا في القناة في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في كافة القطاعات والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله يشهد قطاع السياحة بامارة ابو ظبي نموا سريعا في نطاق خطة تنويع مصادر الدخل وقد حظي القطاع السياحي باستثمارات هامة في البنية التحتية والتسويق والتأهيل مما جعل ابو ظبي تصنف دوليا كواحدة من اسرع الوجهات السياحية نموا في العالم وتلعب السياحة التراثية دورا محوريا في اعطاء ابو ظبي ميزة تنافسية عالية من خلال الخصوصية التي تميزها في هذا المجال ويقوم صندوق خليفة بناء على هذه الرؤية الاستراتيجية بدعم المشاريع السياحية ذات البعد التراثي والثقافي ومنها مشروع عيون البادية للسياحة لصاحبه مطر علي المنصوري كانت فكرة انشاء مخيم تراثي بمرابض الصباب الخزنة بالنسبة لمطر المنصوري حلما قبل ان تكون فكرة مشروع فقد ظل ضيفا وفيا لهذه المنطقة التي يحتفظ فيها بذكريات لا تنسى وسعى بعد عقد من الزمن قضاه خارج الدولة في الدراسة والعمل الدبلوماسي الى تحويل الحلم الى مشروع فكرة عيون البادية بدأت ايام دراسة في امريكا هذا الكلام كان في سنة 94 سنة امريكا دراسة اللغة الانجليزية والحصول على شهادة البكريوس وفي اثناء ايام الدراسة كان عندي حنين للحياة العشدة في الامارات حياة ايام الخزنة وايام ليوة فكان عندي طموح او حواي اني بعد ما ارجع الامارات بعد الدراسة اني انشألي مزرعة او مكان في الرمرة يعني الى الرابع او الاصطقاء واني يكون مكان ارتاح فيه يعني وبعد اختتام دراسته بالولايات المتحدة والعمل بالسلك الدبلوماسي بالمغرب ثم بجنوب افريقيا فكر مطر المنصوري في تحويل فكرته الى واقع بعد عودته للامارات العربية المتحدة بعد العمل في اسفار دولة الامارات في جنوب افريقيا رجعت للدولة بعد غربة 9 سنوات بعد غرب 9 سنوات فوجدت نفسي ان الحلم اللي كان او الفكرة اللي كانت يعني في بالي وجدت ان الوقت المناصب ان الانسان يبدأ في هالفكرة فطلحت الفكرة على الوالد وعالاخوان فوجدت منهم كل الدعم المعنوي ان فكرة يعني فكرة طيبة وانها بالعكس ان يكون فيه اقبال الناس الها خاصة اذا كان مكان تراثي ومكان يعني يركز على العادات والتقاليد مكان تكون فيه اجواء يعني يعني خدمات للسياح اكيد ان يكون فيها اقبال اخذت الفكرة تقريبا ثلاث سنوات من المشاورات ومن الاراء لاننا تعرف انت المشروع مش سهل منافسة مع مقيمات اخرى ليها سمعتها وليها خبرتها وليها انتباعها فانتما تدخل هذا المجال مش سهل يعني كنت تدخل المجال مع الناس الاخرين فطلب هذا ثلاث سنوات اظن هي كانت مدة كافية يعني وزيادة لاننا احنا سألنا واستشفينا من الناس من اراء السياح نفسهم ان احنا ذهبنا المخيمات وشوفنا كيف انطباع الناس في المخيمات كيف ساعدتهم لما يروحوا على الصحراء وعلى المخيمات واستقبال الناس اللي هم يشوفوا عادات وتقاليد الامارات هناك فيها التراث لا اثر كبير في نفسي التراث هذا المكان اللي انا يعني اذا يعني المكان اللي اتبرها وانا اعتبر عني التراث يعني هو هوية البلد هوية البلد وهي يعني ايضا التراث هو يعني نافذ اللي ممكن السايح يتعرف على المجتمع الي يزوره وشوف يلو يعني الاشياء اللي كانت في الماضي فياخذ انطباع حقيقي عن حياة الناس كيف كان عاشيين في الماضي في البداية أريد الإشارة إلى أن تنويع قاعدة المشاريع التي يعمل صندوق خليفة على دعمها وتطويرها يندرج ضمن استراتيجية الصندوق لتنويع المشاريع وخلق نسيج متنوع ومتكامل منها دعم الصندوق للمشاريع الصناعية بصفة عامة والمشاريع السياحية ذات البعد الثقافي أو التراثي بصفة خاصة يستجيب ويتكامل مع استراتيجية الإمارة من خلال رؤية الإمارة أبو ظبي عشرين ثلاثين طبعا كان لنا زيارات إلى مخيمات خاصة بنا نحن وكان في بعض أفراد العائلة ما كانوا متشجعين أن يروحوا معنا لأنه كان ينقصها بعض الأمور المدنية بحكم من تعرف حين نتكلم على في وقت كل أصباح يعني تعود على الحالة المدنية لكن عند الأخوان في المخيم الشيء المميز كان بالترجمة الأولى أنه كان فيه طبعا حياة بادية مع وسائل مدنية حديثة مثل المكيف في شاشة تلفزيون هناك الإضاءة الملونة كل شيء كان مميز وخاصة نحن نتعرف دائما نبحث عن راحتنا فنبري حياة البادية مع وسائل أفاهية وهذا الشيء كان موجود عندهم لقد كانت انطلاقة عيون البادية للسياحة مبنية على دراسة معمقة للسوق والتركيز على اكتساب مهارات إعداد دراسة الجدوى وقد استغرق ذلك ثلاث سنوات إضافة لمرحلة بناء المخيم التي استغرقت سنة إضافية كما تم إثباته من خلال مختلف وسائل العلام والدراسات المتخصصة تعتبر السياحة حاليا واحدة من أهم ركاز الاقتصاد الإماراتي واقتصاد إمارة أبوظبي بشكل خاص ففي سنة 2009 مثلا تم إحصاء 1.5 مليون مقيم في فنادق إمارة أبوظبي في الربع الأخير من سنة 2009 كانت نسبة نمو التفوق وتتجاوز 16% إضافة إلى ذلك تعتبر السياحة الثقافية واحدة من الركائز التي تعتمد عليها الإمارة فيكفي أن نذكر أن برامج إمارة أبوظبي تهدف إلى إنشاء مشروع سياحي ثقافي ترفيهي في جزيرة السعديات بمبلغ يفوق 100 مليار درهم تركيزنا على أن يكون العنصر للمواطن جزءا فعالا في هذه السياسة يدعم ما يقوم به الصندوق حاليا من دعم خاص ومركز على هذه النوعية من المشاريع وقد أشرف مطر المنصوري على بناء المخيم بنفسه وفق مخطط متميز حاول تلافي نقاط الضعف لدى بعض المنافسين فترة بناء المخيم أخذت من عندي سنة وكنت أنا المشرف على بناء المخيم في كل فايداغ التباصيل من بداية من تثوية الأرض في المزرعة من إزالة الصور القديم ووضع صور جديد على المخيم إلى مرحلة بناء الخدمات إلى مرحلة بناء المكان تكون في حضيرة غنم ومكان حق عزبة البوش وأيضا ترتبات الخيم وبيت الشعر فكل تفاصيلها كنت متواجد كان في يوم من الأيام جاني للأقمطر فأنا كنا حابين ندور على موقع المخيم فطبعاً إحنا بدنا الموقع أكون في الصحراء فرحنا في الصحراء كان في يوم من أيام رمضان المبارك فرحنا الظهر فطبعاً إحنا بالرامل بنشر معنا التاير بنشر مع التاير ركبنا السبير فإحنا طبعاً مشاء الله أنا والأقمطر عندنا همه كنا عندنا همه فحابين يعني أن نستكشف لأنه يعني لازم إحنا نتلعب نتيجة والموم إحنا دخلنا يعني دخلنا إلى داخل الصحراء فبنشر معنا التاير الثاني في تقريباً الساعة واحدة ونصف إنتين الظهر فكان في عز النهار في عز الظهر وإحنا صايمين فلا حول أو لا قوة فأخذنا شوية مي معنا مشان للمضمض يعني كان حرارة شديدة علينا كثيرة فذهبنا نمشي 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 فلاقينا مزرعة فالمزرعة لما لقناها لقينا مسجد صغير فالمهم شغلنا المكيف ومن كثرة التعب نمنا فنمنا تقريباً قبل المغرب بساعة فقبل المغرب بساعة فحبينا أنه شو أنه تشاورنا أنه نظن نماشي أو أمن نروح فسألنا الراعي أنه في سيارة بتيجي لعندك فقالنا ممكن تيجي السيارة وممكن ما تيجي السيارة تأخذ الحليب أنه تأخذ حليب الغنام تأخذ حليب البوش فإحنا قلنا إذا بنا نعتمد على السيارة ممكن تيجي ما تيجي ممكن ما نطلع بالنتيجة فقلنا نعتمد على أنفسنا وبإذن الله الذي يعتمد على نفسه ربك ما بيخيبه أنه بينجع فالمهم مشينا ومشينا وإحنا تعبانين يعني جداً مهلوكين بس أنا تعبان والأخ مطر تعبان فهو بسألني التعبان وأنا بقول له لا مش تعبان هو أنا بقول له أنت تعبان هو بحكي لي لا مش تعبان وإحنا اتنين تعبانين بس إحنا بنشد بنأذر بعض بسان شوه إذا واحد أحكي لتاني التعبان خرط خوانا وحنا ريسر الأمور ركبنا معه ودانا على منطقة أبو سمرة فالمهم جيبنا السيارة طبعاً أو الشيء فطرنا فطرنا مي طبعاً ما فطرنا أكل ولا شيء بس مي فروحنا جيبنا السيارة وجيبنا رحنا على السيارة إلى سيارة الأخ مطر أخذنا التاير من التباير جيبناه لعند البنشرجي صلحنا ودينا تاير بتاني مرة وبنصف الصحراء وحملنا التاير لأنه كان بنصف الصحراء مكان الدريول اللي أخذنا أنه يقدر يروح للصحراء فحملنا وشلنا وبيدينا أنا والأخ مطر تساعدنا عليه وروحنا ركبنا ويجينا يعني وربحنا كل واحدة على بيته تقريباً هذا الكلام من ساعة واحدة ونصف أو ثنتين والدور لتساعة بالجت وبعد مغامرة البدايات بدأ استقبال أول الزبائن إحساسي مع اتصال أول زبون للمكتب أشعني بسعادة أنه يعني فيه ناس يحبون خدماتهم وأنهم يحبون جول السفاري فخبرت المكتب وقعت لهم أنا شخصياً بمر على الفندق وأخذ الزوار لأنهم كانوا أول ثلاث زوار يعني كانت أول ثمرة يعني للنشاط المخيم فأخذتهم للمخيم وعاشوا أجواء المخيم وخذناهم للسفاري فكان الحمد لله يعني انطباعهم يعني طيب يعني يعني أعجبهم نظافة المكان وعجبهم يعني يعني النخيل والجلسة فكان يعني يعني شعور طيب أنهم يعني يعني مصطفو في المكان هذا فقلت الحمد لله إذا هالجماعة مصطفو أكيد أنه يعني الناس الآخرين حقيقة يسعدهم يعجوه المخيم ومكانه وخدمات اللي فيه ولإعطاء المشروع الدعم المعنوي والمادي الذي يحتاجه اتجه مطر المنصوري لصندوق خليفة بداية تعرفي لصندوق أخرى كان عن طريق جريدة الاتحاد في عام 2007 فكان عندهم ندوة بالتنصيق مع قرب تجارة صناعة بضبي يعرفون عن صندوق فذكرني حضرت هذا الندوة فتعرفت عن قرب عن الخدمات اللي بيقدمها صندوق خليفة يعني من الدعم المادي لصاحب المشروع من الدعم أيضا في التسويق في تقديم السشارات وأيضا في دعم الحكومة اللي يمكن حصل عليها لصاحب فكرة المشروع عند تقدم الأخ مطر المنصوري لإنشاء مشروعه عيون البادية كانت هناك ثلاثة نقاط رئيسية تعزز نجاح مشروعه النقطة الأولى تهم التمركز الجغرافي للمشروع وهو مدينة العين التي تتمكن وتحتفظ بمجموعة من المقومات التراثية والسياحية المهمة جدا النقطة الثانية كانت في مستوى التصور الذي ارتكز على المقومات الهوية الإماراتية التراثية النقطة الثالثة هي مجموعة الخدمات المزداد من خلال هذا المخيم السياحي الترفيهي التثقيفي التراثي وهو خدمة مجموعة متعددة من الزبائن فهو في نفس الوقت يلبي حاجيات العائلة المواطنة يلبي حاجيات العائلة والأفراد المقيمين إضافة للسياح الأجانب من خارج الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر